أستاذ ياسر الزعطرة كاتب وحلل بيقول سابي ترامب كوشنر يقول أن المرحلة الأولى لخطة ترامب تقترح استثمارات قدرها خمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن والإبنان هذا هو أجور الخطة بيع للقضية مقابل المال مراهق لا يعرف شيء عن هذا الصراع التاريخي سوى ما لقنه له ناتنياهو إلى الجحيم أنتم وخطتكم أنا برضو مختلف أستاذ ياسر الزعطرة يا جماعة ما فيش فلوس أجيلك بس والله وهجري بسرعة سيبك بقى من إنفو جراف خطة القرن وبتاع أنا السؤال أنت مش عملت قبل ما أجيب بقى السيد محمود عباس وكده أنت مش عملت معهم اتفاقية من أكثر من 40 سنة سمع كامب ديفيد أنت مع عصرتهاش لأنا كنت صغير أنا بقى عصرتها اتقال بقى أنهار العسل واللبن اللي جاي اتقال ده إحنا بقى كفاية حروب ده إحنا ميزانيتنا كبضي على الحروب ده إحنا بعد كده وطلع السادات بنفسه قال آخر الحروب مع إسرائيل هي حرب أكتوبر اتقال بقى كلام وقعاد أبويا يحلم وخالي جاب أبويا وقعدوا يحلموا سوا وبنت خال أبويا قاعدت تحلم مع أبويا وقعدنا بقى يقول لك يا أخيرا مفيش حروب وأولادنا يطلعوا من الجيش مفيش جيش بقى بعد كده الآن أصبع احنا هنفضل المشاريع اللي احنا معنا دي تعال بقى بعد حاجة واربعين سنة خدت إيه من الاتفاقية دي اسمع خدت إيه من الاتفاقية استفدت إنت منها ولا استفادت منها الصعينة أنا مش أشاهد حد ولا أشاهد أبوك أنا أشاهد السفارة الإسرائيلية نفسها السفارة الإسرائيلية كلمت على التفاقية دي واستفادت منها إزاي بص الإسرائيلين كتبوا إيه على صفحة السفارة بعد الاتفاقية دي استفادت إسرائيل إيه واسأل نفسك مصر بعد الاتفاقية استفادت إيه سيبك من الفلسطينيين سيبك من الفلسطينيين و سيبك من العرب خلينا في مصر استفادت ايه مصر من كامب ديفيد بس سيبك من اي حاجة ده استفادنا في الصناعة استفادنا في الزراعة استفادنا في النشاط العمراني استفادنا في ايه يعني عملنا مشاريع و جبيرنا و بقينا دولة عظيمة ما حصلش الصفارة الاسرائيلية كدبة ان الاستفادة الزراعية من 40 سنة بعد 40 سنة او بعد مرة 40 سنة على كامب ديفيد كدبة على صفحتها الاستفادة بتاعتها كلها لإسرائيل كلها إسرائيل بقى الدولة كبيرة بعد مرة اتفادت كامب ديفيد انت بقى عملت ايه عارف انت عملت ايه بس يشد يحيله معايا يعني إسرائيل قالت احنا استفادنا شركات زراعية استفادنا انتاج زراعي إسرائيل انت استفادت ايه بقى انت استفادت ايه عشان مسرحة انشقول لك 95 مليار جايين و 5 مليار و 50 مليار جايين و مشاريع هتيجي والكلام ده على فكرة بصفة النظر عن اي موقف سياسي بصفة اسرائيل كتبت ايه الصفارة الاسرائيلية 40 عاما على توقيع اتفاقية السلام التاريخية بين الاسرائيل من الفوائد المتأتية من اتفاقية السلام في المجال الزراعي في المجال الزراعي واناك تعاون مثمر في اطراء المعلومات والتقنيات الحديثة ما افضى الى انشاء مزارع متقدمة في مصر في حين قدم مصريون قدم مصريون المشاركة في دورات تكملية بصفة مصر واسرائيل فعاليات مشتركة تم انشاء مزارع اسرائيلية في مصر تم اطلاق مشاريع زراعية جديدة في مصر بناء على الخبرات الاسرائيلية تنعاقد اجتماعات بين كوادر اسرائيلية ومصرية في المجال الزراعي الاف المصريين يأتون الى اسرائيل مشاركة في دورات تكملية في المجال الزراعي حلم هتيجي تقول لي تم ده كويس مزارع اسرائيلية في مصر اطلاق مشاريع زراعية في مصر اجتماعات شو مصر اسرائيلية الاف المصريين راحوا اسرائيل وتدربوا في الزراعة تعال بقى شوفي الكل ده بقى كانت نتيجته ايه على المصريين كل اللي انت شفته ده خد الاخبار تنشر السبع ساعات من التحقيق مع يوسف والي وتنتهي بحبسه 15 يوم وزير الصراعة سمح بادخال مبيدات مسرطنة ومنتهية الصلاحية جاي منين بقى المبيدات مسرطنة من اسرائيل يبقى انت ما استرفاش مصري حاجة عشان بس ايه ارجوك ما تسمعش كلام هذا المزور اللي اسمه عمر عديب لا فيه خمسين مليار ولا فيه تسعة مليار ولا كلام ده كله